من جهته دعى وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف إلى وضع حد بسرعة للقتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين وضف لفروف أن روسيا والجامعة العربية يمكنهما المساعدة في وقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة نعتبر أن جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا حاسما ومهما لإعادة الأوضاع السليمة والصحية في المنطقة وكذلك تقديم الخطوات العملية لبناء دولة فلسطين والتي يؤكد مجددا تضمنت بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والتي ستعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وتعزز هتان دولتان أمنهما وكذلك علاقات حسن الجيرة وهذا الطريق الأفضل والأكثر ضمانا لحال الأزمات التي تشتعل من حين إلى آخر في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر